موسيقى مساء الخير عليكم حلقة جديدة من جدل معنا ضيفتنا الكريمة الباحثة والكتبة رباب كمال ومعنا ضيفتنا الكرام نظر كانت في موضوع ثاري جدا وهيتشعب لحاجات كتير وكتأشرت إليه العزيزة رباب ازايك رباب ازايك يا اسلام كله تمام كله مي مي كنا هنتكلم على صالح لكل الزمان ومكان هي هذه العبارة نصبت إلى حسن البنة في حديثها عن شمولية الشريعة أي أن الشريعة فيها كل شيء هو مبدئيا لدينا كيمة الشريعة ده دي كلمة واسعة جدا ومبهمة ولكن هو كان يتحدث عن شمولية الشريعة كل شيء موجود في الشريعة ولكن إذا عدنا وعملنا بحث عن أين بدأت هذه العبارة صالح لكل زمان ومكان سنجد أن أول من سقها كان الشيخ عبد العزيز جويش المتوفى عام 1920 من خلال كتابه الإسلام دين الفطرة والحرية وقدم لأول مرة عام 1905 فيه مؤتمر المستشرقين في الجزائر يعني قبل مولة حسن البنة فهي هذه العبارة تنسب إلى الشيخ عبد العزيز جويش هذه العبارة ممكن تكون أزمة في بعض الأحيان لأن مش بالضرورة أنها تأخذ بمنحة تجديدي أو إيجابي ممكن صالح لكل زمان ومكان معناها أن النص جامد كما هو كما أنزل بغض النظر عن الظروف المكانية والزمانية التي شهدت النص بنلاقي حتى لو رجعنا وراء شوية هنلاقي أن ابن قيم الجوزية نفسه تحدث عن فقه الواقع وتحدث عن تغير الفتوى يعني تحدث عن تغير الفتوى تحديدا في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين فكان يقول أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال ولكن حين نجد أنفسنا في مواجهة التشريعات والشريعة أو تفسير الشريعة نجد نفسنا يعني أصد حائط صد طيب إحنا هقولك مشكلتنا مع الكلمة ومنين نشأت وبعدين هقق بحاجة بس على إعلام الموقعين اللي هو كتاب ابن القيم أيما تكون الظروف الاجتماعية بسرعة إيه بتتغير أو حفرية الكلمة اللغوية ما بين عصر رسول وبداية القرن الثاني وبداية القرن الرابع مثلا هذا لا يعني أنه في القرون الأولى لحد 500-600 هجري نشأ أي شيء متغير يستدعيهم لتغيير أي شيء أصلا فهو ما كانش هنا الفكرة تفتق إليها ذهنهم يعني أنه صالح لكل زمان المكان ما هو نفس الزمان نفس المكان يعني لم يتغير كثيرا الأحوال على الأقل بس المشكلة الأكبر اللي هي بتوجهنا إحنا من أول ما بدأنا عصر الدولة الحديثة معرفتها الخروج برا ربقة واستعباد الخلافة سقوط الخلافة الحمد لله 1924 الترتيب ده كله من أول 1068 و70 ميلادي فبدأنا نلاقي مشكلة كبيرة جدا بينما هو مدون ومكتوب كتفسير ثم حديث ثم من الاثنين بيطلع الفقه ثم المدونات والحواش على الفقه وبينما نستطيع أن نفهمه اليوم أو حياتنا المعصر من أول قرن 19 للنهارد فاستضمنا زي ما أنت بتقولي بحائط صد حتى كلام النتامية ده يسمى ابن قيم هو حائط صد ليه يعني مثلا هناك بعض متأخر الحنبلة كانوا متطورين جدا فسكوا مصطلحات أينما كانت المصلحة فثم شروا الله بس تشوفي الفرق بين القرن الرابع وبين كلام ابن القائم في القرن السابع عن ذات الجملة معيني أنا هرجع للأول تاني بعد وفاة الرسول لكن دي مهمة جدا بصي إزاي نفس اللي قلناه من حلقتين عن التزيي بزي الآخر وإماعة تمييع المصطلح فمن اللي هو وسطي ما حاتش عارب بقى خلاص في القرن الرابع لما قالوها قالوها بصيغة حقيقية مبنية على الشئ في الفقه القديم المالكي بالذات اسمه المصالح المرسلة يعني مصلحة غير بتحقيقة قد تتحقق فممكن نشوف إزاي نشوف كيف يعني نتخطى النص إلى المصلح لأنه في النهاية حفظ النفس والمال والعقل والدين والشرف مقاصد الإسلام العليا أو على الأقل اللي هم قالوها في مقاصد أكتر من كيب كتير فلما قالوها في القرن الرابع قالوها بعض يعني اللي خرجوا برا الصف قالوا لأ المصلحة لما تتحقق هي بذاتها كمصلحة مجردة تبقى هي شرع الله لأنه ما نردناش غير أن نكون المصلحة متحققة وكان مبني على كلمة معتزلة وإن كان خلاف على كلمة واجب عليه أن الله واجب عليه رعاية مصالح عبادهم ابن القيم في القرن السابع كان بيعمل نفس العام اللي احنا قلناه من حلقتين اللي أنت أشارتي أنه أنا أخد الكلمة ولفها عشان أقفل عليهم خط الرجعة أو خط الانفتاح لمعنى الكلمة دي الحقيقي فخلاها بقى إيه أينما كانت المصلحة بمعنى إيه يعني لما توصل الحاجة لأنت عايزة أنت كده كده هتلاقيها في الشرع خليبك الفرق كبير جدا أننا نروح للحاجة ولو متخطي بعض الأشياء وأننا لما هدور على الحاجة اللي فيها المصلحة فألاقيها في الشرع بمعنى إيه أنه أي شيء ما تلاقيوش في الشرع يبقى مش مصلحة أنت فاكرها مصلحة بس هي مش مصلحة أنت مش عارف مصلحة مش عارف مصلحتك كويس فده كان تميع للمصطلح نرجع بقى للكلمة الشهيرة اللي زي ما أنت قلتي وإن كان هو أخذها من من قبله يعني الشيخ جويش لكن هو أقوله واحد قالها في مجال عام الإسلام صالح كل زمان ومكان كلمة عظيمة جدا بس هو أني إسلام وكيف يكونوا صالحا هذه المشكلة إيه الأليات حضرك بتقولي صالح كل زمان اللي هو إيه انت نقل لي نفس الكلام بنفس شرحه وبتقولي أنه يمشي معنا النهار ده أنا طوع نفسي عشانه ده كدب وتدليس ببساطة أنا حياتي تغيرت في كل شيء ومش بس كده إحنا اكتشفنا الإنسانية والحقوق والحاجات التي لم يكن الفقهاء أصلا يدرون بها حتى لو الآيات قدامهم واضحة هم أهملوها تماما عن عمد في نظري فتعالي أقولك أول أو الثلاث آليات أنا كنت رحتهم في حلقاتي في طوار العام يعني بس هقولهم مجازين عشان أقولك إحنا في أني كارسة النهار أول حاجة لازم نعملها لو الإسلام عايزينه فعلا صح لكل زمان ومكان إعادة تفسير الخرآن من الأول إعادة النظر إليه لأنه تفسيره مبنع تصوراتهم هم عن المرأة والإسود العبد في نظرهم يعني والمسيحي الكافر والدولة والغزو والجهاد دي تصوراتهم طبعوها على النص فخلوه زي ما احنا قولنا في حلقة المبارحة الغزوة تبقى لطيفة والدنيا جميلة وكل حاجة لها شكل حلو والمرأة طبعا أنت عارفة عملنا حلقة خلاص من الولادة للموت للأخرة في النار التصورات دي أصلا يجب الفكاك منها وبعدين أنا أعيد تركيب النص تاني وبنائه فلما مثلا أجي على آية فإلا ميكون رجلين فرجل وامرأة تاني ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى هم فسروا بإيه تصوراتهم العادية طبعيا المرأة نقصة وهي نقصة في الميراس وهو قال لهم نقصات عقل ودين يبقى الآية رسم لايق على الموضوع أن الرجل يتفكي باتنين ستات ليه لأنها في عيب في الخلقة وهو يا جماعة أن تضل إحدهما فتذكر ففهم أن تذكر أنها التانية بتنسى مخلوقة بتنسى كل ده ما مشو أعلاقة بالإسلام لأنه ببساطة الآية بتحكم أنها في الأموال بس هم خدوها على كل الشهادات أنا أديت مثلا مرة أن لو واحدة شافت أهلها بيتقتلوا وشافت القاتل وهي بس الشهدة ما بيتاخدش بكلامها لأنه لازم معها واحدة يعني والساعة ده كل مهم فين بقى مربط الفرس بس تصوراته وخلاص خدها أركب المربع الحديث ده ضعيف وقاية المراسة لا تعني النقصان قاية المراسة أنا قدمت فيها اجتهاد كده وأكيد أنت في الدراستك أنه مبني عن وصية وفتح الباب ما فيش لا وصية الوارث والأهم بقى أن تفسيرهم حتى اللغوي أو السياقي لكلمة أنت ضل إحداهم عشان يبقى أنه عايب خلقي مش عايب خبرة مجرد أنه خبرتها بعيدة تماما أنه احنا نفصل القرآن بالقرآن زي ما قلت لك فدي أول إعادة نظر القرآن لأن ربنا في القرآن بيقول عن نفسه هو في آية أخرى لا يضل ربي ولا ينسى لو خلينا كلمة يضل معناها ينسى اللي هي أنت ضل إحداهم فمعنى أن ربنا في القرآن بيقول لا ينسى ربي ولا ينسى فمعنى كده أن يضل في الحفرية الأصلية لنزول القرآن المعنى اللي كان متبادر لذهن مجتمع النبوة مش معناها ينسى يضل بالعمية بتاعتنا يعني يطلخبط يضل يعني ضل الطريق ده ولا ده مش نسي فمعنى أن أنت ضل إحداهم بصي تفصيلة صغيرة زي ممكن تغير النص كل يبقى أن يعني يختلط على الأمر إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى يعني تقول لها أنه الموضوع كان كده مش كده مش نسيان وده يثبت أن الآية مبنية على عدم الخبرة لأن أصلا ده استثناء من الآية يعني هو قال لو كان حقايب خلقي كان قال رجل ومرأتان من من تضل من الشهاداء بس من غير تبرير ليه اتنين نساء لكن هو قال التبرير الزماني المكاني أن تضل إحداهم طب هي بقيت وزنة اقتصاد انتهى سببية علة وجود اتنين نساء فيجب أن نتخطر المصلحة العليا أن المال يرجع لأصحابه أنها قاية الدين فيبقى رجل وست في الشهادة عادي جدا قاية دي أول إعادة النظر لفكرة الإسلام ده في كل آيات القرآن إلغاء تصورهم الأول إعادة النظر لمعاني القرآن ببناء على القرآن نفسه يعني عايز تقول أن الصالح لكل الزمان ومكان لا تعني أن نطوع نحن أنفسنا على الزمن النبوة ولا المكان بالزبط وإنما أن نطوع التفسيرات على آليات الحياة ومستجدات أشكرك مية في المية مش إحنا لنروح للنص النص يقول لي جينا دي المصلحة المتحقيقة فيه زائد أنه نظرنا فيه أعمق منهم بمراحل بمراحل أدي واحد دا دي فتح باب كبير قوي بس أنا أبديكي بس مثل تاني شيء إن إحنا نذهب في النص بعيدا في مسألة المقاصد في وقع حصلت اللي هي اللي بنحكيها كلنا أو وقعتين بالمعنى عمر في عام الرمادة أوقف حد السرق هم بيطوعوها على أساس إن دي كان للضرورة تشرب الخمر حينما تكون يعني في الصحراء وآخر ماء معك شبه كده طيب أنا هتخطى ده والمؤلفة قلوبهم كتلت ضرورة ودي من أواخر آيات القرآن التي نزلت يعني ما كانش الوضع تغير قوي سنتين ولاية أبو بكر وتولى عمر يعني ثلاث سنين بس بعضافات الرسول دخل المؤلفة قلوبهم مذكرين في الآية بدون مذكرته وضحية التمن مصارف تديهم قال لهم ملكوش حاجة عندي فهم قالوا له زي الآيام دي النص موجود قال لهم ملكوش دعاء بالنص تقلع الله لأنه شاف المقصد من وراء النص قال لهم كان الإسلام ضعيفا يعني عايز يتقي شركم قال الآن لا نحتاجكم كلام واضح إذن ده أول باب عمله عمر أن المقصد لو خالف اللفظ آخذ بالمقصد وعمل كده على فكرة فعمل الرمادة ما كانش للضرورة هو شاف أن عقوبة السارق ستجعل مقصد النص يفقد معناه أنه نحن بنظلمه مش بنعقبه لأنه أصبح مظلوم ففضل المقصد على النص هو النص يقول أي سارق عم مجاعة عم مش مجاعة هو أي سارق هو لغى الكلام ده قال لا أنا باستنتاجه الطبيعة باكتهاده أنه السارق ده في الأحوال الطبيعية مع أن النص ما قالش إذن مقصد النص يجب أن يكون إقامة العدالة ساعتها العدالة أنه نسيب السارق مع قبول إذن المقصد عنده عمر من بدايات عصره كان أولى من النص وهناك أثر جديدة للأعتالة في هذه الأيام وإحنا عندنا قانون عقابي وسجون ده الحد التعذيري بأننا نسيب العقوبة البدنية وأنا كنت لسا بقولك ده بتوع الميراس في حلقة كنتين تلسا مش دفط هم بيقولك ده نص قطعي طب والسارقة قطع يد مش نص قطعي وحاجات كتيرة مش نص قطعي اسم مالا سكتة عنها لأن الوضع تغير يجب أن تنصاع لده وده بقى فكرة أن الإسلام صالحي كل زمان ومكان ده بيأخذنا إلى ما يعرف باسم علم أسباب النزول يعني علم أسباب النزول هو من العلوم الإسلامية والعلوم القرآنية وكان فيه كتب تراثية كثيرة جدا علم أسباب النزول هو اللي بيكلمنا عن الآية نزلت لي ظروف الوحي وكل ما يحيط بها ودايما إحنا نسمع أئمة ومشايخ كبار أيا كانت توجهتهم أشعر أو غيرهم بيتكلموا على أسباب النزول في قضية مثل قضية لماذا لا يمكن أن نأخذ جزية من المسيحيين لماذا لا يمكن أن نقيم الحدود من جديد ونعطلها بالمناسبة هي معطلة وليست المفردات التي نستخدمها تعطيل الحدود يعني تعطيل الحدود يعني يمكن فك التعطيل كانوا بيطالبوا بكده لما تولوا في السنة الغريبة بالزبط كده ولكن لما بنيجي لإشكاليات معينة زي على سبيل المثال الطلق أم الخلع لأننا عندنا الخلع يعني أنا بقول عليه شكل من أشكال العتق ولكن هو الحقوق هي أن تتساوى المرأة والرقل في حق الطلاق أمام قاضي وده مش كلام جديد ده سيد دكتور عائشة راتب 1975 لما كانت وزيرة الشؤون الاجتماعية تناولت هذا الموضوع ورئيس السادات قال لها مش وقته هناك أشياء لا يتم الاقتراب فيها منها موضوع الطلاق والخلع منها موضوع حتى المواريث يعني لا أحد يتحدث عن أسباب نزول آيات المواريث 11 و 12 و 176 آيات الكلالة في سورة النساء وهي امرأة سعد بن الربيع لماذا نتحدث عن أسباب النزول في كل شيء ونأتي عند قضايا بعينها خاصة قضايا زي النساء والمواريث شديدة الجدالية صحيح ممكن بتتوصل أحيانا إلى قضية إصدراء أديان لماذا يتوقف هذا العلم وأسباب علم النزول عند هذه القضايا أقولك حاجة برضو وجد نظري فيما يدعيه الطرف الآخر دايما عشان هو سعدي وأعنى في شرك الطيار اللي عايز يصلح بشكل ما أنا عندي فكرتي أنا يعني أن السياق الداخلي في الآيات أولى عندي من أسباب النزول وأوضح لأنه واحد أسباب النزول في النهاية أنت ممكن تلاقي آية واحدة نزل أو مكتوب عنها خمس أسباب نزول عكس بعض تماما يعني أنهم رصحة إيه اتنين لما تيجي تبرز لهم وقع مثبتة هو يستطيع أن يضاعف الرواية في خمس دقائق يقولك الرواية اللي أنت معتمد عن ده سبب النزول مش صحيح الرواية التانية اللي صحيح تلاتة وده الأهم أن في القرن التالي تلاتة القاعدة الشهيرة اللي أنت أكيد عرفاها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هي عبارة على رأيي علي بن أبي طالب خير أريد شر أريد بها شكلا أن تكون عبارة خيرة ليه؟ شوفي أنا وجهة نظري أن هناك في النص علل يقصد بها أن يبين لنا السياق الداخلي فيما هو مطلق وما هو مقيد وما هو عام لكل المسلمين وما هو خاص بزمان النبوة ودي مش تاريخية للنص ده النص تمام؟ حتى المسلمين في المدينة الأنصار كانوا يستمعوا أو يقرؤوا القرآن المكي عنهم تاريخ لأنهم ما حضروش الوقائع دي تب بتيادة عبارة تب بنسبة لهم تاريخ ده أول تالت سنة في البعث فمكة لما يكون فيها تشريعات نوصل بقى للمدينة أنا لا أقول بالنصخ في الخرآن بالمناسبة لكن أقول بما هو أنضج من فكرة النص هناك أشياء حدث في السنة الأولى تم تعدلها في السنة السادسة مثلا أو السابعة في ذات العصر النبوي السياق الداخلي لي أنا أقول أنه هو أحكم لأنه السياق الداخلي لم يترك شيئا من المتشابه في نظرنا اللي فيه قولان إلا وأوضح السياق الذي يمكن أن يكون طوق النجاة من السيف المصاط على رقبنا أنه يقول لك ده الحكم النهائي حتى آيات المواريث يعني آيات المواريث نزلت في وقائع سئلة فيها الرسول وحصل مش عارف مين مات ومين خلي بالك أن الفقاء بالحكم النهائي اللي وصلوله من كل آيات الفرائد طلعوا أن الآيات المواريث تطلع أكثر من واحد صحيح حاجة اسمها العول العول يعني فهم طلعوا كأن العملية الحسابية في القرآن فيها مشكلة بصي هم وصلوا لإيه رغم أن هي أسهل من كده بكتير لو عملوها بالإنجليزي يعني نسب في المية بالنسبة مش بالشخص هيحلوا الموضوع ده تماما لكن هي بتطلع مع الفقاء بالمناسبة أي مسألة فيها ميراس واحد وربع فبيشيلوا الربع ويوزعوه على مجموعة لتوزع عليهم أصلا الميراس أنت متخيل الخطأ وصل لفين وعلى كده لم يتراجعوا فآيات الميراس السبب أو السياق الداخلي في الآيات يحكم أنه أنا كنت رأت ده قليلا في الحالة قبل ما نستطيع يعني ضفتنا للعزيزة أن الوصية أولى من الميراس وأن باب الوصية مفتوح للأقربين بنص القرآن للوالدين أن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين وأن الحديث لا يمكن أن ينسخ السنة تعالى وصية الوارث فمعنى كده أن السياق الداخلي يحكم أن الأصل لنوأل من بعد وصية يوصي بها يعني درجة واحد المفروض على كلامهم بلاي وصية الوارث يعني الوصية دي لواحد غريب يورس قبل القريب وده حاجة غريبة أن هي الوصية يفعل بها ما يريد من توزيع المال على أسرته كما يرى هو من يحتاج أكثر من الآخر وما يتبقى في المسألة الفرائد يوزع بالتوزيع الذي في الآيات فده الأهم لنا وفيه آيات كتيرة جدا لو بسيط للسياق الداخلي هتعرفي أنه منضبط تماما ما هو يمكن أن يتخطى وما هو يمكن أن يكون حكما مطلقا إلى يوم القيامة ملوش علاقة بتغيير حياتنا نهائي مش هتلاقيه عامل أدنى مشكلة إحنا مشكلتنا معهم من إنتي بتعرفيش زي ما بقولك تجي بيهم منين تجي بيهم من أسباب نزول يقولك دي ضعيفة لو جبتيهم وطلقت الرواية قوية يقولك لا ما هو العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو جبتيهم من الاتنين يقولك أنت مش فاهم مناط الحكم خلي بقى مناط الحكم ده موضوع بقى كبير قوي انت أكيد عدى عليك يعني فمناط الحكم ده ممكن يلخباطك بيه الآية بتقولك يعني أوضح شيء في الدنيا يقولك لا أنت بفاهم غلط مش هو كده فبصي الناس دي كانوا الفكة عندهم مش النص الفكة عندهم قرار عايزين يوصلوله يوصلوله بقى بأي طريقة اتصدموا مع النص اتصدموا مع تفسيره اتصدموا مع حديث حديث ضعيف يعملوا بيه حديث قوي يسيبوه الناس واضح يحطوا حديث ضده الردة كل حاجات يتكلمنا عنه مفيش حل غير إعادة تفكيك ده كله والنظر مباشرة للقرآن عشان يبقى الإسلام صالح فعلا مباشرة منا لي وبناء وابتناء السنة على أساسه من تنقيح جديد ومن الاتنين دول فقه او فهم يعني عصري ما يوش أدنى علاقة لا في الأصول ولا في الاستنتاجات ولا في النتائج بالفقر القديم هنكمل بقى جزء مهم بس نطلع فاصل دقيقة وارجع لكم